وصلت تعزيزات عسكرية تركية إلى نقاط المراقبة المتمركزة في ريف حماس شمالي وريف إدلب الجنوبية حيث عبر رتل الحدود السورية التركية من منطقة لوسين بريف إدلب الشمالي وهذا هو الرتل الثالث الذي يدخل الأراضي السورية منذ بداية يوليو تموز الجاري وهو الأضقم حيث ضم أكثر من ثلاثين آلية من بينها دبابات ومجنزرات ومعدات لوجستية وناقلات جند وبناء على تفاهمات آستانا ينشر الجيش التركي ثلاث عشرة نقطة مراقبة في محيط منطقة خفض تصعيد شمال غرب سوريا على امتداد أرياف إدلب وحماء وحلب